علي مبلغ من المال دين وعجزت ان انا سدده بكل الطرق ولم يعود امامي سكة غير سكة ان انا اخد قرد هل يا صح ليه؟ يعني هو عليه اصلا دين ومش عارف يسده تابه يجيب قرده يسده منين خسي بالسجن وده اللي بيحصل للأسف يا سادة الكروض حرام اخدها مني فتوهي صحيح انا ارى ان الفوائد العادية في البنوك العادية يمكن ان نستفيد بيها لانهم بيقوموا بالاستثمار بنسبة كبيرة لكن الكرد عمري ما اقول ولا ها استطيع ان اقول واتفوه بانه حلال الكروض حرام حتى لما تبقى في ضرورة يبقى لا اقول هو حلال للضرورة انما اقول الضرورة تقتضيه لما يبقى كده زي ما ربنا الف من الطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يبقى انا عارف ان بقى اعمل حاجة حرام حتى عنده الضرورة بس ما علياش اثم يعني الضرورة لم تحلوش ايه الضرورة التي توجيز لي الكرد الموت حاجة موت او حياة مش مسألة اصلاعلي دين تم انت بقى لك دين في مقابل اكبر ووسعته اكبر وفايدته مستمرة وتخش بالسجن وتجي بعد كده تقولي الحقوني والجمعيات تروح يالله جمعه عشاء الغارمين احنا اللي بدخلنا النفسنا في الدوامة دي اخوانا فارجو ان نغلق هذا الباب امنع الكرد ولو قالك سالم عم جيل الكرد مباح بالنسبة لك ما تاخدوش ليه لانه يدخل الفساد على البيوت البعض بيحسبها زي سيدنا هو عليه مثلا وليكن خمسين الف تمام مرتبه مثلا وليكن اربع الاف تمام تمام فهو مش قادر يجمع الخمسين الف علشان يستددهم تمام هنا بقى السؤال لماذا اصلا السؤال بالخمسين وهو عم يقدر يسد والنبي نهى عن الكرد بالاساس النبي اصلا نهى عن الكرد الكرد شيء سيء ومن مات عليه كرد تكون روحه معلقة بسبب هذا الكرد فليه نتخش فيه لا يجوز السؤال ان يختارد الا لضرورة الضرورة ما تقوليش بقى جواز وطلق ما تتجوزش يا عم ايه القضية ما المشكلة ما النبي قال من استطاع عميركم لا فليه تدور ما نستطاع طيب لو كان هيوح بس هدخل السجن ما هيخل السجن عشان ايه مسابة الدين القديم ما احنا اتفقنا من البداية ما نجبوش يعني نحل المضوع من الجزرة حصل وانه انه هو خلاص بقى فيه دين تمام فهو الوقت الدين ده ولكن خمسين الف الراتب مش هنفع يدفع منه تمام لكن القرض هو يجيب الخمسين بحطوم في الدين وهيرجع يصدد من الراتب تلات تلاف شهريا مسلا الراتب ايه تلات تلاف اللي هو مش قادر يعيش بيه اصلا يعني ما احنا نتكلم بوقعي هو اصلا مش قادر يعيش بالتلاف هيعيش بالتلاف هيعيش بالتلاف بالواحد النافطرد انه قادر يوفق اموره ويحمى نفسه من دخول السجن يبقى يوفق اموره ويعمل جمعية ويسد او يتصالح مع الرجل اللي صاحب الدين هو انا لو انه هده واحد واخد مني مال وقال لن هسد لك كل شهر تلات تلات جنيه هسدهم لك على عشر تشهر ولا عشر ان شهر ولقيت فيه مصداقية وقال له لا ممكن ما يوفقش لا ممكن يوافق ما كانش يدان وجدين الاول بالبداية لو ما كانش يوافق يعني شوف انحنا الآية بتقول ايه ومن يتقل لها يجعل له مخرج نعم فاذا احنا كمشايخ هنحاول ندول للناس على مخارج اصلا لا ترضي الله سبحانه وتعالى احنا بنضللهم احنا بنساعدهم على الخطأ وارتكاب الجرائم والربة من اكبر الجرائم نعم واكبر الخطايا نعم فاحنا بلاش نساعد الناس على الخطأ انما يعني نحاول ان احنا نقول للناس بلاش تقترضوا واذا اتركت الالاقتراض اتقل الله سبحانه وتعالى واخذ بالاسباب المعنوية والمادية ما استطعت بعيدا عن الكروض لانه انت بتعالج سيدي انا اسب جدا واحد معا عقب سجارة فخايف يرميه على كومة أشه احسن يولعها فراح رميها في بنزينة فاحنا يعني الموضوع اللهم مستعاني ربنا يا سدد علينا جميعا يا رب الله